السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بالجميع. استاذ عيد المصري. استاذ طارق الغول. خبرونا على الصوت. والصورة كما ذكرنا دائما. اذا الامور تمام معناته احنا. وضعنا تمام. ننتظر نصف دقيقة او دقيقتين حسب ما بدكم انا اتأخرت اصلا. ولعلكم تسمعون اذان العشاء الان. طبعا كل ما تأخر في رمضان. كل ما اصبح اليوم اطول النهار. انا هيك فى النص مش فى النص مش عارف او انا. او انا هيك فى النص. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. ارحب بكم في هذه الحلقة الرابعة والعشرون. يوم الاحد. اربعة وعشرين رمضان. كل عام وانتم بخير. برنامج جدليات ومواجهات مع العبد الفقير. بروفيسور دكتور صبري سميرة. عنوان هذه الحلقة. عنوان اعتقد انه جذاب ومثير وحيوي ومفيد. وينبني عليه الكثير من التفكير والتخطيط ووضوح الرؤية ووضوح الاهداف وما الى اخر. مواصفات نظام الحكم الرشيد. واعتقد انه سيحتاج منه اكثر من حلقة. لذلك قلت هذه الحلقة الاولى نتكلم فيها عن بنية بنية الدموقراطية المدنية. يعني احنا نتكلم عن نظام الحكم الرشيد الذي نرغب به المنشود المرغوب المطلوب. واولى اساسات نظام الحكم الرشيد ان نفهم مصطلح رئيسي الان يطرح بقوة. هو ما يسمى الدموقراطية المدنية. اذا اردنا ان نتبحر فسوف يكون هناك تفاصيل كثيرة ولا بد من التعريج عليها حتى نصل الى النقطة الصحيحة. الان طبعا مفتوح المجال مباشرة للمشاركة والتفاعلية فمن عنده سؤال في هذا العنوان او ما يدور حوله وما يدور حوله كثير جدا. يعني تجارب نظام او انظمة الحكم في العالم العربي. نظام الحكم ما يسمى الاسلامي. نظام حكم انساني. كل انظمة الحكم المطروحة الملكية الدكتاتورية الجمهورية الثورية اليمينية اليسارية العلمانية الاخرية ايضا ضمن هذا النقاش الذي نتكلم عنه. انا يهمني في هذا النقاش ولعله يهمكم انه ماذا نريد نحن ايها المفكر ايها العربي ايها الانسان ايها المؤمن. ما هو نظام الحكم الذي تبحث عنه الذي يحقق ما شرحنا عنه كثير من التفاصيل منذ بداية الحلقة الاولى. وقلنا وطننا الاصلي كان في الجنة والجنة الثانية كانت في الارض. الاولى كانت متعة وسعادة بلا عمل. الجنة الثانية في الارض كانت جنة بعمل وتكليف ومسؤولية. هي خلافة للانسان كله. هي امانة. هي ان يستعمر الارض. هي ان يبنيها. هي ان ينهض بها الاخرية. وصولا الى اليوم. طيب اليوم نريد ان نحقق نهضة عربية. ونريد ان نحقق نهضة انسانية. وتكلمنا كثيرا عن موضوع نهضة الانسان. اللي هو انا وانت وهي وهو وجميعنا. باننا اساس نهضة كل شيء. حياكم الله اهلا وسهلا بكل الحب وبكل الترحيب وبكل الدعم والاشارات. وارجو ان تنشروا هذه الرابط او هذا الرابط حتى يأتي الينا اكبر عدد ممكن يتفاعلوا معنا. وان شاء الله يكون التفاعل ايجابي جدا. طيب اذا احنا وصلنا الى نتائج في حلقاتنا السابقة بان موضوع النخبة الحاكمة ومن يحكم. النخبة المتنفذة المتنفعة او النخبة التي تقود اذا كانت نخبة صالحة تخدم الشعب. لها يعني مواصفات. وقلنا لابد من نظام حكم. ليش لدي اركز انا عن نظام الحكم والرشيد. لان احنا مشكلتنا الرئيسية منذ ان ذكرت في حلقاتي السابقة ووصلنا الى نتيجة. لان مشاكلنا الرئيسية كامة عربية كامة اسلامية بدأت في موضوع الحكم. وهكذا كل تاريخ البشرية. الصراع دائما على الحكم. على النفوذ. على السيطرة. لمن القوامة. وذكرت هذا النقاش وجبته بطريقة انا فنية. ونوعا ما مثيرة. لمن القوامة. اه هي للحكومة. لصاحب المال. من ينفق. ام هي للمرأة. ام للرجل. لمن القوامة. طبعا احنا كانت من باب اللي هي عرضوا الامور بطرق مختلفة حتى تصل الفكرة. طيب وصلنا الى نتيجة بانه صاحب الحق في الحكم. هو الشعب. وهو الانسان. لذلك عن رجل انا اربع حلقات ماضية على صنع القرار الفردي. ومواصفات التفكير الناجح لصنع القرار الفردي. حتى عندما انت تقرر ماذا تريد لنفسك. ومجتمعك. ومشروع نهضة. والامة والانسانية. تقرر انت لك مواصفات معينة. الان وصلنا عن نقطة معينة. طب انا بدي افكر. انا كانسان بدي افكر بصورة صحيحة. بناء على اللي درسناه وناقشناه من قبل. لازم يوصلنا التفكير السليم انه اهم شيء في قراراتنا هو البيئة الحاكمة لنا. التركيب الحاكمة لنا. نظام الحكمة الحاكمة لنا. لاني انا كفرد. مهما سعيت. اطور نفسي. اطور طاقتي. والبيئات. وصنع القرار السليم. والاخري. هناك كثير من الامور مجبورة علي جبرا. مفروضة علي فرضا. اللي هي البيئة المحيطة بي. البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والحكومية. وغيرها وغيرها. طب من المسؤول عن هذه البيئة؟ انا وانت مسؤولون كافرد. لكن هناك مسؤولية اكبر على من سميناهم الولي الامر. الراعي. الحكومة. النظام الحاكم. هم لابد ان يوفروا لنا الاجواء الصحيحة. حتى انا كفرد احترم. واتطور. وابدع. وحتى المجموعات تبدع وتتطور. وحتى المجتمع كله يتطور. والشعب. والوطن العربي والدول العربية معا. ووحدة. وتعاون. وثم نكون موجودين على الخريطة البشرية. بدل ان نكون آسف همل. وان نكون على قارعة الطريق. او ان نكون على المائدة نؤكل. ولا نصنع قرارا ولا نؤثر في شيء. اذا وصلنا الى الان نقطة جديدة. وهي لابد من نظام حكم رشيد. اذا لم يوجد حكومات صحيحة. لن ينجح اقتصاد. ولن ينجح اجتماع. ولن ينجح تعليم. ولا شيء. لانه بالعام اذا صار حاميها حراميها. واذا هو اللي بيحكم بيفسد. معناته احنا من خراب الى خراب. انتو شو رأيكم به الكلام. علقوا لي. اعطوني رأي. وعجبك الشعر. شكرا اليك على الشعر يا سيدي استاذ علي. طيب. مواصفات نظام الحكم الرشيد. ونبدأ بنية الدموقراطية المدنية. انا عرفت الماضي ايش يعني الدموقراطية. وقلت حكم الشعب للشعب. لصالح الشعب. وبواسطة الشعب. وانه اساس العلاقة بين النظام والافراد هي علاقة الرضا. انه الناس ترضى بنظام الحكم. ومن اساس الرضا هي التمثيل. انه الشعب يختار ممثلي. وتنشأ حكومة دموقراطية. والديموقراطية انا ذكرت منها انواع. من ضمنها الدموقراطية اللي هي بالاغلبية البسيطة. انه والله يقرر نصف الشعب زائد واحد شيء. فيصبح هذا هو القرار. هاي الدموقراطية بمعناها البسيط. لكن هناك اشكال اخرى من الدموقراطيات وتفاصيل اخرى. من ضمنها الدموقراطية التوافقية. يعني يقولوا الناس احنا في امور اساسية لا بد نتوافق عليها. حتى لو كلنا احنا اقلية لازم يكون لنا صوت. يعني ما هي هوية الدولة. ما هو العرق الحاكم في الدولة. ما هي لغة الدولة. هل هناك دين للدولة او ما في دين للدولة. اه شكل العلاقة بين الافراد والحكومة. التجمعات والاقليات والحكومة. الى اخرى. فهكذا يبدأ نظام دموقراطي تفصيلي. يعني كستومايزد. يعني لوكالايزد. يعني حسب البيئة المحلي. لذلك انظمة الدموقراطية انا شبهتها مثل الكأس. تشكله وتغيره مثل الماكينة. تضع لها آليات مختلفة. المهم انه ان تتحقق رضى الناس. وتمثيل. ثم تختار الحكومة. فاذا تكلمنا عن الدموقراطية بصورها البسيطة. ان دموقراطية هي حكم الاغلبية. هذا لا يعني اهدار. وهذه مسألة مهمة جدا. نبدأ ببنائها. ان الاغلبية تحكم لا يعني انها تصادر حقوق الفرد. له حرية الاعتقاد. له حرية التعبير. له حرية التنظيم. له حرية العمل الحزبي. له حرية التملك. له حرية السفر. له حرية التجارة. له حريات كثيرة جدا. حتى لو الاغلبية تسعة وتسعين بالمية قالوا. برأي ما بيستطيعوا هاي الحرية يمسوها. لانه هذه زي ميثاق. دستور اساسي يتفق عليه الجميع. فمن اولى صفات الدموقراطية الناجحة الرشيدة. انها تراعي حقوق الفرد. ما تتغول عليه. ما تصادره. مش لانه اجد اغلبية متدينة. اتصادر حقوق غير المتدينين. مش اذا اجد اغلبية غير متدينة. اتصادر حقوق المتدينين. مش اذا جاءت حكومة يسارية. تقضي على الحكومة. على الناس اللي ما اعتقدوا بالامور اليمينية. يعني اذا جاءت يسارية اشتراكية شيوعية. تقضي على من يؤمنوا بالرأس مالية. لا بد من ان اولى درجات الدموقراطية قانون اساسي. ما يسمى في العادة ميثاق وطني او قومي او غيره. او مجموعة مواثيق تتبناها الدولة. ميثاق حقوق انسان. ميثاق حقوق اقليات. مواثيق مختلفة. وهذا ايضا ينظمها جميعان اللي هو الدستور. زي ما بحكي الاستاذ طارق. حدود القانون. نبدأ بالقانون الرقم واحد. اللي هو الدستور. اي دموقراطية بحاجة لدستور. وهذا الدستور يجب انه يكون يحقق رضا للجميع. قدر الامكان. توافقي يعني. يعني يشعر فيه الفرد الواحد بالاطمئنان. انه مهما كان هو مواطن. ففي شيء اسمه حقوق المواطنة. اذا من اولى درجات الدموقراطية حقوق مواطنة قوية جدا جدا للفرد. محمي. في اموره الاساسي. مش اذا اختلف عنك مصادر اموالك. مش اذا خلفني وحطك في الفندق وفي السجن. مش اذا اختلفت عنك بسحب ترخيص حزبك. مش اذا اختلفت عني بسكر عليك التجارة. بمنعك من العمل. بسكر عليك ابواب الرزق. بسجنك. بقتلك. بغتالك. هذا ممنوع. فيه حقوق اساسية. مهما اختلفنا. لازم انا حقوق تضلها محفوظة. اذا الدموقراطية قائمة على الرضا. والرضا يجب انه رقم واحد يكون الانسان فرد راضي. مطمئن على حياته. على عرضه. على ماله. على بيته. على عمله. على وظيفته. على عائلته. على حريته. في التعبير. في التنقل. في التجارة. في العمل. في التملك. الى اخرى. طيب اذا رقم واحد اساسي في الدموقراطية. اللي هي تعني حكم الاغلبية. لكن رقم اساسي قبل حكم الاغلبية. مراعاة حقوق الفرد. ضمان حقوق الفرد. على اعلى مستوى. على اعلى مستوى. وانحنا لو بدنا نرجع لديننا الاسلامي. ونستخدم المفاهيم الاسلامية. منقول انه هذا الفرد. ولقد كرمنا بني ادم. كل بني ادم مكرمين. الفرد الاول مكرم. وبعدين الذكر والانثى متساويين. انا خلقناكم من ذكرا وانثى. المساواة التامة حتى بيد الجنسين. نيجي لبعض التفاصيل. احنا بنحكي اسلامي الان. وهو اساسي في الدموقراطية. رقم ثلاثة. انه لا اكرها في الدين. يعني حرية مطلقة تماما في الاعتقاد. وفي التفكير. وفي الايمان. ما في احد يفرض على احد. طيب. بعد ذلك. اه في الحقوق الفردية. انه هذا الانسان له حق الخلافة في الارض. يعني شارك في صنع القرار. هو اساسي. هو مواطن كامل الصلاحيات وكامل المواطنة. نفس الشيء. هذا المواطن له حرية تامة في انه يمارس حقوقه الاساسية. في العيش وفي الاكل وفي الشراب وفي كل اللي ذكرناه. هذا كله امور اساسية في الدموقراطية. بعدين نيجي لحكم الاغلبية. انه الاغلبية تقرر شكل نظام الحكم. تقرر آليات نظام الحكم. تقرر طريقة الانتخابات. تقرر الضوابط. الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. طبعا السؤال بيقولك هل يكفي ان نقول القرآن ودستورنا. هذه طبعا من الجدليات الكبرى اللي احنا ممكن نناقشها. القرآن دستور لمن امن به. والدين دستور ومرجعية لمن امن به. والقرآن والسنة الصحيحة مرجعية ودستور لمن امن بها. طب واللي بيرفضها. والذي لا يؤمن بها. هل هذا دستور؟ لا يا سيدي. طب هل لي انا اني اجبره على انه يكون دستور القرآن ودستور السنة الصحيحة ودستور الدين؟ لا يا سيدي. ما هو ربنا جاوبه قال لك لا إكراه في الدين نقطة هذه جدلية لازم ننتهي منها مش أنا اللي بعطي الحقوق للناس أولا الفطرة والدين الصحيح اللي ربنا أنزل وللبشرية كلها والخلافة على الأرض وعطت الإنسان الحرية الكاملة إذن المرجعية هو الإنسان المرجعية هو الإنسان وصاحب السلطة هو الإنسان الذي يؤمن بالقرآن والسنة الصحيحة وأنا أؤمن بها له أن يقول أنا في تفكيري وفي مواقفي وفي صنع قراري الذاتي وفي تحديد آرائي وفي تصويطي أنا بدي أرجع للقرآن والسنة لكن ما بستطيع أفرض هذا الكلام على الآخر إطلاقا إطلاقا لأنه حتى في القرآن والسنة أي قرآن والسنة أنت تتكلم عنها ستجد تفسيرات كثيرة للقرآن والسنة وستجد آراء كثيرة وستجد الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إذن على أي بين قسين فهم بدنا نصير نحكي بدنا تصير عندنا تفاصيل كثيرة جدا لذلك هنرجع على اللي بيجمع الناس مش لللي بيفرقهم يعني عشان نكون واضحين هل الديمقراطية تجمع الناس أم تفرقهم هل الدين يجمع الناس أم يفرقهم عشان نكون صريحين إحنا هل القومية تجمع الناس أم تفرقهم هل المذاهب تجمع الناس أم تفرقهم أنا أعتقد الجواب واضح الدين كل واحد عنده دين لكم دينكم واليدين نقطة لا يكره في الدين لكل جعلنا شرعة ومنهجة إذن الشرائع والمناهج مختلفة متفرقة هل لا يستطيع واحد يفرضها على الثاني الأصل لا أنا بحكي الأصل في دين ربنا يعني دين ربنا منعك تفرض دينك على الآخر إلا بالإقناع وبالحوار وبالبلاغ تبليغ نذير بشير حوار نصيحة أمر معروف لهي عام ونكر لكن كله بالتي هي أحسن كله باللطف كله بالإقناع كله بالعقل كله بالحرية المطلقة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة ما من إن كانك حتى تعبدوا لربنا غصبا عنهم العبادة لربنا والإيمان بربنا وطاع لربنا حرية شخصية فردية مطلقة مطلقة ما أحد بجبر الثاني عليها خلصنا القصة إذن إذا دخلنا الدين وقدنا بدنا يكون دستورنا القرآن والسنة ونحتكن الإسلام هذا موضوع مفرق للناس واللي نفس الشيء بقول أنا بدي أحكم بس العربي يعني في بلادنا الشركسي والشيشاني والتركي والكردي وغيره كأنك بتقول لك ما إليك حقوق في حقوق مواطني طيب حتى ديننا أقر حقوق المواطني الرسول عليه السلام لما ذهب إلى المدينة أول حلف سوى أول ميثاق أول ميثاق سوى مع اليهود وقال لهم في الميثاق لكم ما لنا وعليكم ما علينا حريتكم الدينية مطلقة لكم حريتكم الفردية الدينية والسلوكية مطلقة لكم لا تعتدوا على أحد ولا تتحانفوا مع أحد ضد هذا المجتمع الجديد والدولة الجديدة أما المسلمون بأغلبيتهم العظمة كان في منافقين طبعا مش موافقين لكن في الظاهر وفي إبداء الإرادة قالوا بدنا نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله إذن هم اتفقوا بالأغلبية وبايعوا الرسول السلام على هذا الأساس إنه يسبعوا ويطيعوا لهذا النظام نظام النبوي نظام الحكم النبوي القرآن والسنة وتابع في ذلك الخلفاء الراشدي وحصلت الفتن اللي حكينا عليها لكن لاحظوا كانت برجعيتهم إنه القرآن والسنة وما يفتي به الدين والخلفاء والآخري لكن سياسياً اتقاتلوا ما كان فيه نظام حكم اتصارعوا من أول يوم من سقيفة بني ساعدة وكيف تولى أبو بكر الخلافة وكان فيه مشاحنات سياسية وخلافات سياسية من هناك بدأت القصة ثم قلنا ثلاث خلفاء رضوان الله عليهم وهم تاجوا رؤوسنا راحوا اغتيال يعني بالعام بلغة اليوم راحوا طخ طيب إذن من أولها في عنا مشكلة في التطبيق حتى ذلك الوقت كانت المرجعية للإسلام ثم جاء الحكم الأموي الخلافة الأموية العباسية والباقي والأيوبية والمملكية والسلجوقية والعثمانيين وكل آخر يعني كل هؤلاء كانوا يقولوا باللفظ إنه إحنا مرجعيتنا الإسلام والقرآن والسنة وبالتطبيق كانوا أمور كثيرة يطبقوها من القرآن والسنة لكن بغالبها كان على المستوى الفردي لكن حقيقة على المستوى الجماعي أو مستوى الحكم ما كانوا يلتزموا بالقرآن والسنة نص الوقت ضد القرآن والسنة ظلم عدم عدالة استئثار بالسلطة فساد شلالية عصبات استئثار أخذ أموال ما بيستحقوها طب هذه هي أساسيات الحكم في الإسلام هو الإسلام بس تقولي المرجعية القرآن والسنة وبإسم القرآن والسنة تغتص بالحكم حكم جبري بإسم القرآن والسنة تتحول للنظام تسلطي ديكتاتوري بإسم القرآن والسنة تظلم الناس بإسم القرآن والسنة فقط البيعة لواحد خليفة فلان وابنه فلان حتى لو كان ابنه ببايز سجع فاسق ظالم سكير خمير نسوانجي لآخري هذه قرآن والسنة والمشكلة كان في علماء يزقفوا ويطبلوا للخلفاء زي علماء اليوم السلطين بزقفوا ويطبلوا للحكام ويلقلهم المبررات لحد ما وصلوا في قناعاتهم حكم المتغلب يعني لمن الحكم هل هو الشعب والديمقراطية والأكفاء أصحاب الكفاءة يعني طبعا فيه أكفاء وأكفياء وأكفاء أكفاء يعني عميان أكفياء يعني لديهم القدرة والكفاءة أكفاء يعني متساوين حتى ما ننخبطش فيهم نقول أصحاب الكفاءة هل كانوا أصحاب الكفاءة اللي هم يحكموا في نظام بين قوسين انأنظمة الحكم الإسلامي والخلافات الإسلامية طبعا لا طبعا لا يكون الخليفة عمره 9 سنين عشان ابن ابوه اللي كان هو الخليفة ويمرمطوه امه وسته وخالته ومربيته والحشم والمشعارفين ويجوا مماليك يعني عبيد يصيروا هم الملوك اللي هم يشوي حكم المماليك ويجوا من قوم يصيروا من قوم قصة طويلة اذا احنا بدايات انحرافاتنا كانت بداية هي في الحكم وظلت في الحكم وراح تستمر في الحكم لذلك لما انا بحكي مواصفات نظام الحكم الرشيد حتى نحط نموذج نتفق عليه ايش هو شكل نظام الحكم الصحيح اللي هو بالفطرة وبالانسانية وحتى بالدين الاسلامي وبتجارب الواقع هذه كلها الامور اساسية جدا حتى نفهم ماذا نريد احنا وصلنا لنقطة انه بدنا الانسان الناهض وهذا الانسان الناهض ما بيكون الا اذا كانت بيئته نهضة وهذه البيئة الناهضة ما بتكون الا اذا كان عندنا نظام حكم نهضة وايش هي النهضة بدها نظام حكم رشيد نظام الحكم الرشيد هو بالاخر بيأثر فيه انا كفرد وكمجتمع وكمجموعات ومجتمعات واقليات وحركات واحزاب واقتصاد وسياسة واجتماع وسياسة داخلية وخارجية يعني اليوم لما احنا بنحكي عمالنا عن صفقة القرن انوه اللي قاعد بوقع صفقة القرن الشعب انا وانت ولا مجموعات انظمة حاكمة بتوقع بيستروا بالعلن ومش باليوم بتوقع بتوقع من قبل مئة سنة واكثر كل انظمة الحكم الموجودة او امتداداتها او اللي اجت وراها وورثتها كلها موقعة سواء ضمنيا لسانيا بالموافقة او بالسكوت او على وراق او بمؤامرات او باتفاقية كلها موقعة على صفقة القرن احنا اليوم احنا في اخر صفقة القرن احنا هسا وقت التوقيع وتوزيع الشكات اذا فيه شكات وسلامتك وروح كل واحد على داره لانه الواقع صار على الارض موجود هذا القاعدة المتقدمة لدول الغرب حكومات الغرب المتنفذين والمتنفعين في الغرب اوجدوا دولة اسمها اسرائيل واحنا الان نحكي عن الذكرت نيرو سبعين للنكبة اوجدوها لانه خدمة للمصالح الغربية وبذكر زي ما قلت من قبل جو بايدن كان يقول تابل 30 سنة اللي بقول انه موضوع علاقة اسرائيل في امريكا بقول لو لم توجد اسرائيل انا سوف لا بد من امريكا توجد اسرائيل لخدمة امريكا طبعا الان ممكن يتغير التوازن كله الان ممكن امريكا تقول بدناش اسرائيل كلها روحي على البحر لذلك اسرائيل اللي فيها برضو اذكيها مش اغبية سعر لهم سنوات طويلة فاتحين مع الصين ولما اجت الان اثبت كورونا فتحوا علاقات اقوى واقوى واقوى مع الصين الاسرائيليين وصنعوا سلاحهم واتطوروا تكنولوجيا وعلميا واستخدموا كل امور انا محكي فيها في العلم وفي العقل وفي الابتكار وعندهم حكومة نظام حكم رشيد لهم عشان نفهم بس عندهم جود جوفرمنت جود جوفرنينج عندهم نظام حكم لهم ديمقراطي بشكل عام سليم بيحاكمون تنياهو بيحاكموا اي مسؤول عندهم نظام حكم براعي الفرد الاسرائيلي بل يهتم بالفرد الاسرائيلي واليوم فيه كلام على مفاوضات انه بطرق غير مباشرة مع حماس انه افرجوا عن قتيل اسير الناس معاتيه اسرائيليين يعني معاتيه مجانين رسمي خالصين مسكتهم عماز وبتفاوض على الافراج عن الاسرة النقطة انه شوف حتى هذا المعتوه اللي لا عنده مخ ولا ذاكرة ولا غيره الاسرائيليين دايرين ولمحرروا شو بصووا عندنا في الانظمة العربية الكبار الكبار المحترمون جدا والمفكرين والعلماء والمبدعين والقيادات والنشطاء والوطنيين والنظاف بيا بفرموهم يا بسجنوهم يا بنفوهم اضحكوا على خيبتنا طيب يا سادة يا كرام اذا نظام الحكم الرشيد هو اساسي لانهضتنا لانه الحكي عن اصلاحات وتغيير وتطوير وتحرير وتوحيد امه والاخره والانظمة الراعية خطأ وتعمل بطريقة خطأ امور فاشلة شو مواصفات النظام الحكم الرشيد لما جاءوا متأخرين وانصحكم العودة في البداية كل الحلقات السابقة واحدة منها قلنا الانسان اولا واخيرا والاقليات والتجمعات والمجتمعات الداخلية حقوق مطلقة اساسية عدناها كلها بعدين قلنا بناء على ذلك لابد من تمثيل سليم لابد ان الشعب يختار ممثلينه بصورة سليمة وقلنا احنا ضربنا من التاريخ الاسلامي كيف انه صارت الخلل في مثل هاي المواضيع انه كيف ومن يتولى السلطة وباي حق وباي قانون وباي دستور وقلنا احنا نقفز بعد الخلفاء الرشيدين رغم انه فترة الخلفاء الرشيدين بدها دراسة تامة هذا نظام الحكم الرشيد خلفاء الخلافة الراشدة بهذه المصطلحات السياسية اللي بعدين احنا سميناها الخلافة الراشدة هي ما كان اسمها هيك كانت خلفاء خليفة الرسول السلام ثم خليفة خليفة الرسول الله صار اسمه امير المؤمنين لهو ابو عمر بن الخطاب ثم نفس الشيء امير المؤمنين عثمان بن عفان ثم علي بن اطالب الى اخر يعني بطل يستخدمه حتى كلمة خليفة الخليفة رجعت بعدين الخليفة الاموي والخليفة العباسي خاصة العباسيين بصورة كبيرة جدا إذا هذا مصطلح سياسي يريد بعدين الناقش وهو لا يناسبنا اليوم أنه نتمسك فيه كمصطلح لا مشاحة في الاصطلح يعني النظام الحكم اللي بيحكم رئيسه سواء كان اسمه خليفة ولا سلطان ولا أمير بلاش أمير مؤمنين ما فيه كافرين في المجتمع ولا حاكم ولا رئيس ولا رئيس وزراء النتيجة أنه هو ولا شيخ العرب هو الحاكم نحكي عن نظام الحكم إذن نترك المصطلحات والتشبث فيها العبرة في المسميات وليس في الأسماء المسمى نظام حكم رشيد هذا هو المسمى نظام الحكم على إيش لازم يقوم تكرنا اللي هو حكينا لكم ماذا ينبغي أن ينبني عن نظام الحكم نأخذ بعض المواصفات أنا كتبت دراسة ونشرتها في عدة صحف من 2005 صحف أردنيين كانت بعنوان نموذج أردني مقترح للتحول إلى الديمقراطية في العالم العربي أو في الوطن العربي زي ما نكتب نموذج أردني مقترح للتحول إلى الديمقراطية في الوطن العربي دراسة تحليلية هيكلية استراتيجية هذا الحكمتها شهر 2005 نشرته واشتغلت عليه قبلها سنة كاملة يعني قبل الربيع العربي 2011 وقبل ما ينطرح في الأردن أفكار بصورة قوية موضوع الملكية الدستورية وقبل ما أنه يصير في تمسك أشد في موضوع الديمقراطية لأنه حتى اليوم في كثيرين لازالوا مصرين على الأطرحات السؤال يسألني عنه الأستاذ طارق أنه القرآن دستورنا والإسلام هو الحل والحكم الإسلامي ونظام الحكم الإسلامي وأنا أتحدث عن مجموعة عريضة طويلة لأنه هي لها أغلبية في الشارع لكن أنا أعتقد أنه أفكارها بحاجة لتجديد وتوضيح وفهم لأنه هذه جاءت شعارات جزء منها كبير انفعالي عاطفي تحريك للشارع لكن حقيقة مش فكرة ولا رؤية ولا نظام حكم متماسك هي عبارة عن اجتهادات وأفراد جاء بها مفكرين لهم كل الاحترام على رأس نوعين إذا بنتكلم من العصر الحديث بدأت مثل هذه الأفكار اللي هي التحررية من جهة والتطويرية لنظام الحكم في الإسلام جاءت مع الكواكبي ومحمد عبدو وجمال الدين الأفغاني إلى آخرين ثم جاء حسن البنة رحمة الله عليه في 1928 وأعلن جماعة الإخوان المسلمين وبدأوا يطرحوا فكرة نظام حكم إسلامي وخلاف إسلامية وكل الحركات الإسلامية تشابه في ذلك حزب التحرير اللي هو بقلك فش اللحل للخلافة أي واحد يجيب لنا خلافة وإحنا ما نبايعه طبعا خربة شو هم منه لما يطلعنهم البغدادي الداعشي في سوريا قالوا ما منبايعه طيب نرجع من الأول وجديد طلع الطيار السلفي بكل أشكاله أولها طلع طيار السلفي متطرف علمي يسمى بتصحيح العقيدة وتصحيح الخرافات والتخلص من الأساطير وتحالف محمد بن عبد الوهاب ما يسمى بالوهابية مع آل سعود وصووا نظام حكم ملكي آل سعود سموا السعودية العربية السعودية بدل الحجاز أو أي سن ثاني وبنفس الوقت المذهب هو المذهب اللي هو بين قسين الوهابي السلفية المتطرفة العلمية اللي بتركز على هذه الأمور وتصحيح الأحديث وغيره فيها فوائد كثيرة جدا لكن فيها تطرف ومعاني سيجدل ثم ظهر بعد ذلك اللي هي السلفية ما يسمى الجهادية السلفية العنفي اللي هي تكفر المجتمع تكفر الناس كل الناس عندهم من الآخر كفاروا بلا منهم وإلا من يثبت صح الدينه تطرف فقتلوا وسبوا نساء المسلمين ودمروا البلدان المسلمين بحجة أنهم من بدهم يقيموا الدين ويقيموا الخلاف وشفنا اللي سووا ما يسمى الدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق وبدها تمد في بلاد الشام وإلى آخر وطلعت في الآخر أنه هالتنظيمات هذه الداعشية معظمها إذا كانش كلها قياداته كلها كلها مشرية شراية كلها باعة حالة والغلابة اللي هم الشباب اللي عن نص اللي بدهم يقيموا نظام الحكم مش عارفين شوه نظام الحكم هذا اللي جابلنا الدمار والخراب وكان عبارة عن أداة بإيد الغرب وأشرارهم والمتنفعين في العالم وشركات السلاح والتكنولوجيا وغيره وغيره هذا بيعطينا إشارة كيف أنه لما يكون الفهم السياسي فاشل وخاطئ يتلاعب بالشباب اللي هم عماد النهضة يتلاعب بالإنسان اللي هو أساس النهضة بأفكاره بأفكار خاطئة بفاهيم خاطئة فلذلك لابد أنه الآن نعيد الأمور إلى نصابها ما هو نظام الحكم الذي يخدم الإنسان العربي المجتمعات العربية الدول العربية الوطن العربي ووحدة العربي نهضة إنسانية أنا بقول لكم هو نظام حكم رشيد شو هذا نظام الحكم الرشيد؟ بدأنا بتعريفاته وقلنا بنشرح عمالنا بنية الدموقراطية ثم بدأ أضيفي لها المدنيين فقلت أساس الدموقراطية كما اتفقنا من قبل الرضا وتمثيل الناس ثم يتحول ذلك إلى من هم القيادة التي تقود فقلت أنا في 2005 انتبهوا التاريخ قدمت نموذج ودراسة علمية ونشرت في عدة مواقع مثل زادي الأردون ومثل المواقع الأخرى الآن نسيت اسمها اللي هي كانت موجودة المواقع في ذلك الحين عرضت على الجرائد الرئيسية الرسمية الرأي والدستور وأعتقد الغد كانت موجودة فرفضوا بالإجماع نشرها وأذكروا هذا للتاريخ تليفون كان بيني وبين مجيد عصفور اللي هو كان رئيس تحرير جريبة الدستور اللي طلع له فيديو فترة وهو لابس شورت ومسجل على الفيديو رجل لطيف ومحترم وواعي قال لي هذا ما بنقدر نشره الحكي لأنه بجبلنا الضور ففي هذا النموذج أنا أعتقد لازال حتى الآن صالح لأنه كل مكوناته هي أساسية ما فيها يعني بدون مؤخذة اختراع القنبلة الذرية نحن نحكي على أمور ألف با في الدموقراطية الدراسة كانت موجودة لمن يحبها ببعث لي اياها أو بنشرها مرة تانية على الموقع فبدأت من فكرة أنه هناك في عالمنا العربي ضاعت النظارة مستنقعات مستنقعات أزمة نعيشها ضرورية لمعالجتها للتحول الدموقراطي ثم ذكرت بأنه العالم العربي والودوى العربية والأردن في أسباب كثيرة جدا بتقول أنه هي لازم تدخل التحول الدموقراطي طبعا بعدها جاء 2011 التحول إلى الدموقراطية ربيع العربي الربيع العربي ما انتهى هو موجة رقم واحد ذرجة نمبر وان يعني نسخة واحد حيجي ربيع عربي ثاني وثالث ورابع وخامس حتى يتحقق نظام الحكم الرشيد في كل دولة عربية وفي الوطن العربي عامة لا أمل ولا نقيل ولا نستقيل لأنه هذه حقوق فطرية حقوق بشرية حقوق إنسانية هذا معادلات التاريخ لابد أن تتحق فقلت بأنه ظروفنا الآن تساعد في الانتقال إلى الدموقراطية ثم شرحت منهجية التحليل وإيش الحلول المطروحة ثم قلت بأنه الحياة الدموقراطية هي مطلب عام يجمع عليها كل المواطنين العرب حتى لو اختلفت أفهامهم اللي بيقول لك بدي خلافة واللي بيقول لك بدي علمانية والإبرالية ويسارية ووطنية وقومية كلهم متفقين في النتيجة بدهم دموقراطية لأنه بدهم يحكموا حالهم بحالهم بدهم يحكموا أنفسهم بأنفسهم بدهم حريتهم بدهم حقوقهم بدهم ينتخبوا الحكومة اللي تحكمهم بدهم الحكومة تخدمهم إلى آخر ثم بقولت هناك 14 متطلب لتحقيق هذه الدموقراطية أعدهم بالسريع بعدين نشرح فيهم قدر الإمكان المتطلب الأول لابد من انتخابات وتمثيل كامل شعبي انتخابات وتمثيل كامل شعبي ثانيا ممنوع يكون هناك محاصصات وكوتات وناس إلها مقاعد محجوزة الجميع متساوي الفرد يساوي الفرد واحد يساوي واحد والدائرة الانتخابية تساوي الدائرة الانتخابية يعني هذا فيها 100 ألف من آدم هذا فيها 100 ألف من آدم ليس دائرة انتخابية فيها 10 ألف من آدم ودائرة انتخابية فيه 200 ألف بنيادة وهذه بتطلع نائبين وهذه بتطلع نائبين ما بصح هذا ضد مبادئ الدموقراطي نشرح بعدين ثالثا المساوازة بقلنا في الدوار الانتخابية لمجلس النواب ثم أنا كنت أطبق على الأردن وهذا موجود في كل مكان ممنوع يكون في مجلس آخر زي مجلس الأعيان جاي بالتعيين لا بد يكون أيضا جاي بالانتخاب وممكن أنه مجلس النواب يساوي بين المواطنين في دوائرهم الانتخابية النيابية يعني الصوت الواحد المواطن الواحد له صوت واحد في دائر انتخابية مثلا واحد الأعيان يتمثل الجغرافية كل منطقة جغرافية كل محافظة مثلا في الأردن كل محافظة في مصر كل محافظة في العراق يكون لها عدد متساوي يمثلها في مجلس ما يسمى الأعيان أو مجلس الشيوخ أو المجلس الثاني يعني يكون المجلس الأمة أو مجلس الشعب مكون من مكون من بيتين أو مجلسين المجلس الأول اسمه النواب أو الشعب أو العموم اللي هو بمثل الناس والمجلس الثاني اللي هو بمثل الجغرافيا سميه الشيوخ سميه الأعيان سميه إيش ما تسميه اللوردات المهم أنه هيك مصير في عنا توازن لأنه فيه ناس كتير بتلعب على هاي اللعبة الآن لاحظوا بحكي كلام سياسي أنا تطبيقي بحث لأني بتكلم عن نموذج هيكلي استراتيجي بناء على تحليل كامل عشان نحقق كل الأهداف مع بعضي لأنه بيجيب وقول لك واحد أنا محافظة صغيرة بضيع بين الرجلين مع المحافظات الكبيرة لا من كلهم نعطيك تمثيل عادل في مجلس ما يسمى الأعيان أو اللوردات أو الشيوخ أو غيره نكمل خامسا تقسيم الدولة إلى أقاليم إدارية كبيرة هاي يعني اللامركزي يعني عشان نحقق دموقراطية أكثر يكون عندنا نوع من اللامركزي نوع من اللامركزي لحظوا إحنا حكينا أصول ومبادئ وفكر وإسلام وسياسة وعلمانية وديمقراطية وتحليلية وصنع القرار الفردي ونهضة وإنسانية وعالمية الآن أنا أحكي عمالي على الأمور التنفيذية التطبيقية لأنه عشان ما نضيع إحنا في الكليات وفي العموميات وفي الفكر وفي التنظير وننسى التطبيق هذا تطبيق عملي جدا مستنتج من كل الفكر السابق اللي إحنا ام نحكي فيه إذن معروف عالميا إنه اللامركزية يعني إنك تقسم الدولة إلى أقاليم أصغر وفيها حكومات منتخبة ديرها بكون أفضل يعني لو حكينا على أمريكا في حكومة فدرالية بتدير أمريكا كلها وفي حكومات ولايات بتدير كل ولاية وفي حكومات مدن بتدير المدن حكومات قرى بتدير القرى المحليات بسموهم مجالس المحلية والبلدية والآخرة وفي مقاطعات يعني بمعنى آخر هذه عبارة عن نظام إداري بيرقراطي حوكمي حكومي خدماتي كيف أن تتقسم والدير وبرضو هذا لازم يكون بالانتخاب وبالتمثيل إذا حققنا الدموقراطية بتمثيل الشعب كله وتمثيل الجغرافية كلها وقسمنا المناطق إداريا بحيث كل منطقة دير أنفسها لأنه مش معقول رئيس دولة عربية مثلا نسويها إحنا الدولة العربية المتحدة أو الولايات العربية المتحدة تخيلوا في عنا إحنا الولايات العربية المتحدة تخيلوا في عنا دولة أسمها الدولة العربية المتحدة أو الولايات العربية المتحدة بتيجي الكويت والبحرين وغيره وتقول لك أنا مضيع مع مصر فلازم نعملها حصة تمثلها بتيجي دولة بتقول لك أنا مصر أنا الجزائر أنا كذا أنا اليمن أعدادي كبيرة مش معقول شعبيا تسويني مع الدول الصغيرة منعملها الموازنة إذن بعضهم منسويهم منوازنهم في مجلس للشعب وبعضهم لا اللي هو الجغرافية اللي سميناه الشيوخ مثلا أو الأعيان طيب بعدين بدنا نجي ندير البلد مش معقول الحاكم تبع الأربعمية زي ترامب بقود أمريكا مش معقول يعرف تفاصيل الحياة التفصيلية في الحارات وفي الشوارع في شيكاغو فإذن بدنا حكومات تحتها فبصير في عندنا ولايات ولاية البحرين ولاية الخليج ولاية اليمن ولاية كذا هذه كل ولاية لها برضو أنظمة حكم منتخبة لأنه بدنا ترعي تقسيماتها الداخلية عشاير وقبائن وتجمعات وجغرافيا ومناطق وأعراق ومذاهب ما فيما نعمه لازم الجميع يمثل وثم داخل اليمن فيه أحياء وفيه مناطق وحارات وأقليم وهكذا وهكذا إذن الفكرة من أساس بناء النموذج الديمقراطي السليم الناجح أني أحقق رضا الناس رضا الناس بدي يكون على مستوى كلي ومستوى جزئي ومستوى وسطي ومستويات كاملة في كل المجالات التمثيل التشريع التنفيذ البلديات الإدارة الشرطة الخدمات الأكل الشرب المواصلات كلها بدها بدها رعاية فإذن إحنا ممكن نستفيد السؤال يعني من باب المشاكلة والمشاكسة والجدلية لما بيقول لي واحد بدنا نظام حكم إسلامي هل فيه في القرآن والسنة هاي التفاصيل مافي هل المسلمين عند الخليفة أبو بكر والأهم عمر بن خطاب اللي اخترع وقلد نظام الدواوين اللي كان موجود في الدول الأخرى عند الروم والفرس وغيره وصووا الأنظمة وصووا الحسبة وصووا التقسيمات والأخري هذا مش موجود في القرآن والسنة لكن هل يجوز أن نبدع؟ نعم مش يجوز هل يحق لنا؟ نعم يحق لك مش بس يحق لك واجب عليك أنه أنت تخترع نظام حكم لذلك اللي اخترعوه المفكرين الأوائل المسلمين كان مبدع أنظمة الحسبة وأنظمة الإدارة وأنظمة الولايات والخدمات والمستشفيات والجامعات وكل شيء ما تركوا شيء حتى الكلاب الضال حتى يعابر السبيل حتى كلها أنظمة لكن هل هاي موجودة أصلا في القرآن والسنة بالتفصيل كأنظمة حكم كأنظمة إدارة كأنظمة بلديات كأنظمة حوكمة سلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة قضائية بهذه الصور المش موجودة هذا لا يعيب الإسلام هذا بالعكس يرفع من شأن الإسلام أن الإسلام جاء بالأسس والقواعد والمبادئ والأخلاق والقيم والضوابط والشروط والحسابات والمناهج والصورة الكلية ومقاصد الفقه ومقاصد الشريعة ومقاصد الدين والحقوق الأساسية عدم القتل عدم السرقة عدم النهب عدم النصب كل هذه الأمور ثم ترك لنا الحرية كاملة أعطونا أعطونا نفس بسم الله الرحمن الرحيم إذن يا سيدي سيدتي لما أعطونا نظام حكم ديمقراطي بالصورة التي شرحتها هذا أنا أعطوه واجب من الدين ديننا الإسلامي بفرض علينا الدمقراطية ديننا الإسلامي بعمل لازم واجب إقامة الدمقراطية إيش يعني ديمقراطية يعني حكم الناس للأرض يعني خلافة الإنسان للأرض يعني عمارة الإنسان كيف الواحد بده يعمر الأرض وهو بقدرش ياخد قرار فيها ما هي المسئولية تيجي معها صلاحية الله يعافيكم سيدي أنا لما بحمز يادة وبنفعل خاصة الديني صارت تشوب خاصة مع هالإضاءة اللي جبناها عشان ينور عليكم في شكل حميد طيب إذن بالنسبة لي قناعة أنا قناعة دينية قناعة فكرية قناعة منهجية قناعة علمية قناعة سياسية قناعة عمليا إنه الدمقراطية واجب في الدين حلوه نكمل التعداد نحن قرر بالنهاية ثم نعود إذن تقسم الدولة إلى ولايات أو محافظات لابد يكون عندنا في النظام السياسي الديمقراطي حاضر عسيدي أشكركم جميعا بيقول لك دخن بتروح القحة الله يسعدك أخي حبيب أستاذ الله وأخونا محمد المحفوظ بيقول لك عصير رمان عراحتي عراحتي إن شاء الله هي بتروح وبتيجي إن شاء الله لا تقلقوش أشكركم أحبائي هاي كل البوس إذن لابد من اللي هو اللامركزية وتقسيم الحكم الإداري لأنه هذا جزء من الدمقراطية يعني ما في الدمقراطية يجين ترامب أو حاكم واحد ويقول لك أنا بداحكم باسم الدمقراطية وأقرر ديكتاتوريا هذا مناقض الدمقراطية بتبدأ من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى وتقسم قدر الإمكان ربنا شبقوا في القرآن عن المال لكي لا يكون دولة أو دولة بين الأغنياء منكم صلحوني في الآية يعني ممنوع الاستئثار بالمال ممنوع الاستئثار بالقوة الاقتصادية لأنه من يملك القوة الاقتصادية والمال غالبا يتملك اللي هو السلطان يتملك السياسة ويتملك الحكومة ويتملك الشارع ويتملك الفكر والثقافة وحتى الدين مشتر الشيوخ بالمصاري لذلك ممنوع المال والاقتصاد يكون بيد مجموعة لا بد أنه يوزع يوزع بعدالة نفس الشيء السلطة السلطة المطلقة مفسد مطلق ما بصير نجمع السلطة بأيدي مجموعة أو واحد أو حزب أو عائلة أو تيار لا بد السلطة تتوزع بين كل المواطنين بين كل التجمعات بين كل الطبقات مش بس الطبقة الأرستقراطية اللي فوق فوق قاعدة لا الطبقات الدنيا لازم يكون لها دور في صنع القرار مش بس في مجموعات المنظمة والفرد لازم يكون محمي في صنع القرار وفيه رأي عام وفيه استفتاءات شعبية وفيه مشاركة للفرد وفيه الحرية بالكلام والمحاسبة والمتابعة ورفع القضايا والشكاوى والشكاوى وجر المسؤول للمحاكم الفرد له حق يطلب المعلومات حرية المعلومات اللي هي الإفصاح يجب على المسؤول يفصح والحكومة تفصح والمسؤول يفصح يفصح شخصيا لما يدخل على الوزرات وعلى الحكم أنه لك هذا يبيني لنا مصريات وكم كان معه معاك مليون شكرا بس تطلع كم معاك مليون الله يسهل عليك بس يرش المليون يصير عشرة مليون من وين جبتهم الرسول السلام قال لمن يأتى بالزكاة بقول له هذا لكم وهذا لي قال له هلأ جلست في بيتك فتأتيك الهدايا معنى الكلام يعني أنت لو ضليتك قاعد في الدار يا اللي بتجمع الزكاة بيجو الناس بعضوك مصاري هم بعضوك مصاري قاعدين ببخششوا فيك أنت يا جامع الزكاة يا جامعة ضريبة يا موظف الحكومة يا رئيس الوزراء يا وزراء يا نواب ليش بتجيكم الهدايا والعطايا والعزايم والجاهات والمناسف والسيارات والروحات والجايات والصفرات ليش بتجيكم عشانكم تصنعوا قرار بتوزعوا فلوس بتوزعوا منافع بتوزعوا قرارات بتطلعوا سياسات بتطلعوا القوانين لو كنتوا قاعدين هلأ جلست في بيت أمك لو كنتوا قاعدين في بيت أمك شو كنوا صاري طريق ما أحدا هيجي عليك أصلاً بيصيبوا كآبي كامل النائب والوزير بعد ما يطلع من الوزارة والنيابة بكونوا هو نائب ووزير كل العالم هيك وجاهاته عطواته وقصص طرمة ومناسف وعلى ابو ودنه وبس يبطل بحد يشبزوره بتعرفوش عليه بيعرف قيمته اسف في أنظمة الحكم الدكتاتورية التسلطية في أنظمة الحكم الفاسدة الوزير والنائب هم من بدرجة ممسحة زفر هكذا ينظر إليهم المتنفذون المتنفعون هكذا ينظر إليهم الأعالي الرؤوس هكذا تنظر إليهم الأجهزة المختلفة هذولا ممسحة زفر فرحان كثير صاير وزير ولا صاير نائب بسألوا لي طب أنت كنت تكون نائب وأجبت هذا السؤال ما اليوم مرة بدي أصير نائبي مبادئي وقيمي وأخلاقي وأفكاري وأقرقع راسهم في النواة وفي الحكومة وفي البلد زي ما قال لي واحد صاحب قال لي بيحلوا البرلمان كله عشانك أنت مش مهم الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم نعم فالسياسة ممنوعة تكون دولة بين الأقوياء منكم والمال ممنوع يكون دولة بين الأغنياء منكم وصنع القرار ممنوع أن يكون دولة بين المتنفذين منكم وكل شيء ممنوع أن يكون دولة بين يد مجموعة بدنا ديمقراطية إذن الإسلام دين ديمقراطية لذلك جاء الإسلام حرم الربا عشان ما يتكدس رأس المال بإيد المرابين والبنوك الربوية ورؤساء الأموال الهائلة جداً اللي بس بتتجرب المال بتبيع مال وبتشتري مال ما تشتغلي شيء لا بتصنع ولا بتزرع ولا بتسوي شيء هذا إفساد للأرض وإفساد للكون وإفقار للناس وبتجبروا الكبار في الصغار نهر الربا فرض الزكاة الآن وقت كمان زكاة في رمضان أخرجوا الزكاة اللي عنده النصاب فما يزيد وأخرجوا الصدقات جزاكم الله خير والأقربون أولى بالمعروف طيب ليش الزكاة؟ بتاكل المال الزكاة يعني إذا أنت عندك ألفين دولار وما بتشغلهم بتدفع عليهم زكاة ليش؟ عشان يقول لك ربنا ممنوع ممنوع تخلي المصاري عندك تشغلها حركها وزعها انشرها ونفس الشيء في السياسة ممنوع تأخذوا ليها بالعامة اسكارسة مقاولة يعني بايت الفوت تلقائي الحكم لمجموعة معينة نعم ممنوع تأخذوا الحكم مقاولة السفير بيخلف سفير والوزير بيخلف لوزير والنائب بيخلف نائب وكلهم مقاول مقاولة هالعائلات نفس العائلات واللي بحكموا نفس اللي بحكموا يا أخي هذا مجد مقراطية هذا مجد عدالة لابد الثروة توزع لابد الحكم يوزع أنا دراستي الدكتوراه تبعتي تحليل السياسات العامة من قسم العلوم السياسية يعني دكتوراه تبعتي البروفيسور أنا في هذا التخصص في الدكتوراه دراستي كلها رسالة كاملة وهي كمية درست صنع القرار في الكونجرس الأمريكي صنع القرار في لجنتي البنوك والمالية ركزنا على خمس لجان فرعية درستنا كل ظروفهم السياسية والإمكانيات والإدارية والتطبيقية والصلاحيات وغيره شو بيقدروا يطلعوا قرارات اقتصادية مالية توزع منافع وترش مصاري وخدمات وشو بيقدروا يحطوا أنظمي وتعليمات تضبط حركة البنوك والمصاري إلى آخر تمام كنا نبحث أن هذا الصنع القرار في اللجان الفرعية وفي اللجنة الرئيسية لجنة البنوك والمالية باخذوا القرار بناء على مصلحة الشعب ومصلحة أمريكا ومصلحة الولايات وبالتساوي وبالعدالة بسموها دستريبيوتف بولاتيكس أريدستريبيوتف بولاتيكس يعني سياسة التوزيع وإعادة التوزيع للمنافع للخيارات هل كانوا بوزعوا برشوا خدمات وفلوس وفق معايير الكفاءة الإفشنسي وفق معايير النيدس الاحتياجات إلى آخره ولا كانوا بوزعوا الفلوس بناء على التنفيع السياسي اللي هو بسموه بورك بارل ولق رولينج يعني حق لي وحق لك وشيلني وشيلك وعطي طعميني وطعميك ها بسألني عرفت حكي هيبرو لا أم لا أعرف هيبرو لكن اشتغلت سنة كاملة مسؤول قسم دراسات إسرائيلية كلها كانت بالعبري كان عشر باحثين بالعبري وكنا أنا مشرف عليهم على أي تحال نتابعنا فعندي دراسة قوية جدا للدراسات الإسرائيلية من مصادرها العبرية أو من متابعاتي أنا الإنجليزية والعربية من يوم وعيت على هذا الدني 40 سنة في قصة إسرائيل وقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وتبعها اللي هو الدموقراطية والحكم والآخر فإذن طبعا بيقول لي أستاذ سليمان أنه كله بيعمل لكله كده والوزير عنده شركات طبعا الوزراء والنواب وغيرهم عندهم شركاء كثار علنيين وسريين وبتلاقيه طلع من الوزارة وطلع من النيابة كان مفلس جابته الأجهزة أو جابه بيحارف مجموعة ثانية هاي بتلاقيه صار عنده مليارات كيف صار عندك مليارات من وين جبت المليارات راتبك بتاخد راتب معين ممنوع التنفع طيب نربط الشيء في الشيء إذن الدموقراطية توزيع السلطة توزيع الحكم توزيع النفوذ تمزيع القوة هذه المهمة جدا باور باور قوة نفوذ انفلوانس في باورز وفي انفلوانس وفي مواقع مسؤولية ممكن تكون مسؤول ممكن أنت تكون قوي وإلك نفوذ كبير بس أنت مش في موقع مسؤولية وممكن تكون في موقع مسؤولية ولا عندك قوة ولا عندك نفوذ وممكن تكون في موقع مسؤولية عندك بس القدرات قوة المسؤولية إنك مسؤول يتوقع وفي حدا بخليك يتوقع وفيه حدا بعبيرك الجيب عشان توقع ومن أمن العقوبة أساء الأدب من أمن العقوبة أساء الأدب يعني إذا أنا ما انتخبتك وإنت مش خايف من إني أخسرك انتخابات فيش ري إليكشن فيش إعادة انتخابات لأنه مش أنا اللي بجيبك يا بجيبك المصريات البخششة والتزوير اللي قاعد تشتري فيها الأصوات تصرف ملايين على الحملة الانتخابية عشان ترجع تصير مائب فيه واحد عشان ياخد راتب بالشهر 3-4000 دينار أردني بصرف على الحملة الانتخابية مليون دينار ما تبنك ترجعه ما دول في المجالس النواب بحكي عن أردن والعالم العربي كله بدل مجالس نواب هي مجالس مقاولين لأنه معظم اللي في النواب مقاولين مقاولين بناء ومقاولين عطاءات ومقاولين تزفيد شوارع وبتاع كله كل الأنواع وإلهم شركاتهم الخفية وشبكاتهم الخفية وبرشه أحكي أسماء حنا بدون أسماء مش خلصين سيدي بدون أسماء لا خلوني أتوظف وبدون أسماء طفشوني من البلد وبدون أسماء مسكر علي أبواب الحمد لله الرزق الرزق من ربنا وإلى آخر بعدين إذا ها قصة الأسماء هاينا من قلهم إذا ما بتنعدلوش منجيب لكم أسماء عشان الباشا لو أدينا أفداهي بدنا توازن سيدي ها توازن ونوطي شويلة عاصفة ونرفع رأسنا بعدين ونلعب ديناميكي ممنقدرش نروح نخش في الأرض كامل لأنه هذولا صخور قاسية لكن والله إذا عقلي وعقلك وعقلك وثقافتي وثقافتكم وفكرنا وإرادتنا وصوتنا وكلنا صرنا نرفع الأصوات أنا قلت لكم من قبل هذولا المتنفذين المتحكمين والمفسدين وغير المفسدين والحكومة والمعارضة راح يسمعوا لكم فيحكوا ما تخافوا وإنشروا الكلام الصحيخ ما تخافوا ونقشوا بالعقل ما تخافوا لأنه كل ما حكينا بالعقل وبالعلم وبالذكاء وبالواقعية وبالعملية وبالشطارة وبالجرأة وبالشجاعة كله مع بعضه وخلطة زي الكرة الكرة هيبتدحال بتيتي يقول بس إذا بتحكي آسف لوح بطريقة واحدة بأسلوب واحد إلى آخر يقنعوك بقصوك بقولوا شايفين إرهابي متخلف منحرف يميني متطرف يساري متطرف علماني متطرف إسلامي متطرف بلزقوا فينا اللزقة بسبب إيش إحنا مش عارفين نلعب اللعبة سيدي أنا بدي ألعب برازيلي إن شاء الله تكون البرازيل دائما بتفوز أنا أحب البرازيل وإلعب كمان برازيلي تلعبوا ليش لعب حارات وأسليب حارات وتخبيط حارات بدأ نلعب اللعبة بأعلى درجاتها بأفضل طرقها بدك نظام حكم رشيد اعرف مواصفاته يعني اعرف القول اللي بدك تجيبه كيف بدك تحققه بالطرق اللي شرحناها من قبل مواصفات التفكير الناجح اللي حكيتها بحلقات كثيرة وارجعوا لكل الفلسفة العامة إذن إحنا بنشتغل مع بعضنا بطريقة ذكية نوصل للهدف لكن إيش هو الهدف نظام حكم رشيد بيسألوني بيقول لك إذا أنت الديمقراطية بمن لا يقبل الحكم بما أنزل الله منهجنا وشرعها كيف نقبل هذا لا يا سيدي ما احنا شرحناها ما احنا نرجع نحن شرحها من أول وجديد انت لنفسك مؤمن بما أنزل الله بتطبق ما أنزل الله انت ومن لم يحكم بما أنزل الله انت لا يجوز لك تفرض حكم الله على الآخرين جاء واحد قال لك أنا كافر بدي أحكم بالكفر ما بتقدر تجبره الأغلبية بتقرر معليش لكن الأغلبية وهي بتقرر بتعطيك حقوقك الفردية تعبر عن حالك وقناعاتك الدينية وإيمانياتك الدينية ولما الأغلبية بتقرر بتعطي العلماني والكافر والملحد واليميني واليساري خرياته يعبر عن حاله ما احنا قلنا هذي حقوق أساسية مش جيبها من جيب أبوي أنا بتبرعش فيها عمالي أرجو للمرة المليون التريليون اتآمنوا باللي بيحكيه الله آمنوا باللي بيحكيه الله لا يكره في الدين من شاء في اليؤمن من شاء في اليكور ليس عليك هداهم لكم دين وكم وليا دين ما يستطيع أحد يجبر أحد على الدين ولا على الإيمان بربنا يا جماعة الغير في الجنة إبليس يتحدى ربنا وتركه ونزل على الأرض قاله في الآخرة بحاسبك روح أقم نظامك الشيطاني في الأرض وإذا رد عليك ابن آدم وسو نظام شيطاني في الأرض سووا نظام شيطاني في الأرض أنت يا بني آدم والشيطان تبعك راح أجيبكم على جهنم بس في الأرض ممنوع تطبق على الدين غصبا عنه يا سيد الرسل ما جاءوا للقهر الرسل ما جاءوا للقهر الرسل جاءوا للبلاغ لازم نآمن بهذا الحكي وإلا حنظلنا خبطين بالحيط يا أيها الشاب المؤمن يا أيها الشاب المتدين يا أيها الشاب المتدين المؤمنة دينكم يمنعكم تفرضوا دينكم على الآخرين دينكم يمنعكم تفرضوا آراءكم السياسية على الآخرين أنا أحكي دين عمالي لا يجوز لك شرعا تخلي الكافر يسلم غصبا عنه فإذا لا إكره في الدين وليس بعد الكفر ذنب إذا الكافر معفي عنه أنه يكفر في الدنيا ويحاسب بالآخرة ليس بعد الكفر ذنب وليس بعد ما إلك علاقة فيه لا في السياسة ولا في الأخلاق ولا في أي شيء إلك أنت في القانون ومن بيجي لتقصة أخرى أنا رح نكملها أنت إلك الديمقراطية تجيب قانون وبعدين يصبح قانون يطبق على الجميع مش لأنه من الدين ولا مش من الدين إذا طلع قانون من الدين وأعجبك وأعجبك ممتاز إذا طلع القانون مش من الدين بتعترض عليه سلميا بتقول أنا برفض هذا القانون أنا أدعو إلى تغيير هذا القانون أنا أعتبر هذا القانون كفر أنا أعتبر هذا القانون ضلال انا بقول لكم هذا القنوب ووديكم عج هنم حريتك لازم نكفل لك اياه ونزقف لك ونحييك وسوي حزب سياسي ويحكي هذا الكلام هذا الحق اما مش يجيني واحد علماني يمنعني من اني احكي ارائي الدينية ويقول لي انت متطرف مش يجيني واحد متدين متطرف يقنعني ويقول لي ممنوع تحكي انت الارائي العلمانية من وين قال لك الحقيقة هو ربي ما منعني احكي الكفر هو على خاطرك وخاطرك مش على خاطر حدا الكون قائم على الانسان الكون قائم على حرية الفرد كافر ولا مسلم هبيل ولا قبيل يعني مش فاهم انا كيف بتوصل هاي الفكرة اعتقد انها واصلة والجميع بيقشر قولوا لي ايوة واصلة بقول لك ان الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن هذه طبعا تطبيقها لازم يكون صحيح مش معنى اذا انت صاحب القرآن وصير تحكم البلد وتروح تستخدم السلطان لفرض القرآن عن الناس ممنوع ممنوع سيدي فيه احنا قلنا الانسان له حرية فردية حق من شاء فاليومن فليكفر انت ما لك علاقة اما انت طلعت قانون قلت ممنوع سب الذات الالهية في الشارع واجه واحد سب الذات الالهية ما نقول له وفق احكام القانون اللي اتفقنا عليه وطلعناه بصورة شرعية قانونية من مجلس حكم من مجلس نواب شرعي وقانوني جاء بقانون انتخابي عادل ونزيه وجاء وفق انتخابات عادلة وصحيحة هذا القانون اللي صدر عن هذا المجلس النواب المحترم وبيحكم فيه القضاء المحترم المستقل للنزيه وبالطبق الحكومة النزيهة الشريفة بيقول ممنوع سب الذات الالهية فاحنا بدنا نحاسبك لان القانون بيقول ممنوع سب الذات الالهية ما بدنا نحاسبه عشان نقوله حرام سب الذات الالهية هذه حرام موضوع ثاني تنصح فيها شخصي تخطب فيها الجمعة بتدله على الطريق القويم تشتغل بدل للرسول العلماء ورثة الانبياء واذا احنا علماء واذا احنا ورثة انبياء وكلنا لازم نكون وبلغوا عني ولو اياه كلنا لازم نكون رسول مو شغلتي اقمع حدا مو شغلتي اقيم الحد على حدا انا كفرد القانون بقولك السارق تقطع يده في الدين مين اللي بدي يقطع يده انا وانت لا سيدي مش انا وانت اذا الدولة باغلبيتها قالت السارق تقطع يده لما بيسرق نقطع يده بالقانون وبعد محاكمات عادلة وبعد اقامة الحجة وبعد درء الشبهات كلها وبعد 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 قصة طويلة بعدين تقطع يده هي الشغلة مش انه لانه عنا احنا هستر مهسترين كل ما بتقول لهم بدي نظام حكم بقولك تطبيق احكام الشريعة الاسلامية قطعوا اليد قطعوا الرقبة يا خي خف علينا شوي واشاء الله اي هو في الاسلام ما فيش يده قطع اليد وقطع رقبة كم واحد قطعت يده ولا رقبته في زمن الخلفاء الراشدين كم واحد رجم للزنا كم واحد جلد للزنا كم واحد جلد للخمر معدودة جداً ولكن نظام الحكم الرشيد اللي انت بدك ترجعه كان قائم على الرحمة وعلى العدل وعلى الانسانية وعلى احترام الاخر وعمر ابن الخطاب بيقول عن اليهودي ما انصفناك اخذنا منك الجزية وانت شباب لازم نكرمك وانت ختيار هذا هو سيدي هيك كان المسلمين اتعاملوا في جيش الرسول السلام اللي خرج بالنكة المكرمة الى حنين الى الطائف كان فيه الاف الكفار جنود كفار في جيش المسلمين ما اجبروا على تغيير دينه الرسول السلام بيقول لو ادعيت الى حلف الفضول يعني اسوي حلف دولي ولا حلف داخلي اطبق فيه العدالة والكرامة مع الكفار بعيده بسويه بسوي حلف مع الكفار مش بذبحه وبس لاخهم ممنوع الاسلام انتشر بالدعوة وبالسلام وبالمثال وغيره في العالم كله يبدو احنا الوقت خلص معنا وبعد برجع لي صوته يبدو حميت بزيادة لكن احنا نرجع نقول ما كملناش للصفات الاخرى بنا لسه نفصلها وقفنا عند انه اللامركزية هي من ضمن هذا الصفات ونشر انا كانت فكرة الرئيسية عشان اوصلها انه يجب نشر السلطة والقوة والحكم بيد الفرد والمجموعة والعائلة والقرية والمدينة والمحليات والبلديات والاقاليم والمقاطعات والمحافظات والولايات والدولة كلها كل ما نشرنا القوة كل ما نشرنا الثروة كل ما نشرنا المال نصبح في خير لكن اذا تجمعت السلطة في يد اذا تجمعت الثروة في يد اذا تجمع العسكر في يد اذا تجمع القرار في يد عيد فرد يد عائلة يد عصابة يد حزب مين مكان يكون حتى لو كان الحزب بيقول اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا محمد رسول الله وبدأتطبق الإسلام والعدل والدين حرام شرعاً تمكنه من السلطة لحاله السلطة المطلقة مفسدة المطلقة حتى لو جاءوا كل الصحابة كلهم زي ابو بكر وقال لك إحنا بدنا نحكمك سلطة مطلقة قلنا شكراً بدناش ممنوع هيك ديننا بقول ممنوع ممنوع إحنا بدنا نختارك وإحنا بدنا نبايعك وإحنا بدنا نرضى عنك وإحنا بدنا نسألك وإحنا بدنا نطالبك وإحنا بدنا نحاسبك وزي ما ربنا بد يوقفكم ووقفوهم إنهم مسؤولون في الآخرة إحنا بدنا نسألك في الدنيا إذا ما فهم الإنسان أنا وإنت خلفاء الأرض والمستقمنين عليها جميعاً الأرض مش ملك فلان وعلان الأرض مش ملك عيلة فلان وعلان الأرض مش ملك الجيش الفلاني والعسكر العلاني الأرض مش ملك المخابرات الفلانية الأرض مش ملك عائلة بطيخان ومش عارف مين والأرض إلنا كلنا إحنا كلنا مستخلفي فيها حقنا فيها نحكم فيها إحنا أنا وإياكم بدنا نحكم بدنا نشارك بالرضا نختار ممثلين ونكمل البقي بارك الله فيكم في هذه الحلقة الحامية الوطيس انشروها اعملوا شير واكسبوا خير في هالرمضان والحسنة وفي رمضان سبعون ضعف والله يضاعف لما يشاء خاصة في العشر الأواخر وفي ليلة القدر كثروا كثروا اعملوا شير مش عارفين ايش خايفين انا اتخافوش يا جميع اعملوا شير شير انا المسؤول اذا بدهم يقصوا رقبتي بقصوا رقبتي انا اعملوا شير انشور الخير اكسب حسنات وما نقصها ميلو من صدقة وما نقص فيسبوك من بوست حطوا بوستات حطوا شيرات انشور شكرا لكم في الحلقة الرابعة والعشرين من رمضان ورقمها 24 برنامج جدليات ومواجهات مواصفات نظام الحكم الرشيد وبدأنا بأول فكرة بنية الديمقراطية المدنية جزء واحد ونكمل غدا وبعد غدا وشكرا لكم كل عاموا انتم بخير رمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته